ايه رأيك لو قلتلك ان في مشروع يقدر يكسبك 1000 دولار شهريا اللي هو بما يعادل 16000 جنيه مصري براس مال بسيط جدا طب ايه رأيك لو قلتلك كمان ان المشروع ده مضمون وتقدر تعمله من اي مكان مش محتاج بس غير ان يبقى عندك انترنت ده كمان مش محتاج منك مجهود ولا متابعة ولا وقت ولا خبرة ولا اي حق طب هيكون ايه رد فعلك لما تعرف ان صاحب المشروع او صاحب الفكرة دي هو إيلون ماسك شخصيا من اغنى 3 رجال في العالم خليك معايا عشان هنعرف كل ده بالتفصيل بعد الانترول اللي جايدة على طول اهلا بيجوش في بابر جانا مرة ثانية معكم احمد البابلي من قناة الباشفون درس القناة المختصة في فيديوهات الرحمة الانترنت والمشاريع الصغيرة وفرص العمل زي ما شفنا كده في المقدمة اتكلمنا عن فكرة مشروع فكرة مشروع فعلا انت مش هتحتاج ولا وقت ولا مجهود ولا مكان ولا خبرة ولا اي حاجة خالص الا رسمة البسيط جدا هتبدأ تستثماره وقبل ما تقف الفيديو وتفكر ان ده مقع استثماره الكلام ده لا تابع معايا الفيديو ده لانها كويس جدا ولو حتى مش عايز تستفيد من الحاجة اللي انا هقولها او حتى مش عايز الحاجة اللي انا هشرحها في الفيديو ده تابع معا الفيديو ده لان في مسابقة اصلا كده كده معمولة في الفيديو ده على خمسين دولار هيتم اختيارها من الكومنتات بس فيه شروط للمسابقة دي فتابع معايا لاني هقول الشروط دي في نص الفيديو فتابع معايا كويس جدا عشان تعرف الجزء اللي فيه شروط المسابقة وخلينا نرجع تاني الموضوع كتير من الناس بتدور على فكرة استثمارية نكحة كتير مننا نفسه يحط فلوسه في حاجة ويرميها كده وينسى ويكبر دماغه بقى والفلوس دي تبدأ تكسب وتخليه مليونير حرفيا كل الناس حاليا في الفترة اللي احنا فيها وخصوصا بعد الفيروس اللي انتشر كل الناس نفسها ان هي مثلا تحط مبلغ صغير في حاجة الحاجة دي تبدأ تكبر نفسها بنفسها وما تبقاش محتاجة ولا مكان ولا مجهود ولا خبرة ولا اي حاجة طب المشروع اللي بكلمك عنه النهاردة باختصار وكل سهولة هو شركة تيسلا ايه تيسلا دي؟ في كتير مننا عارفين شركة تيسلا وساموا عنها وعارفوا صاحبها اللي هو إيلون موسك من اغنى 3 رجال في العالم النهاردة ان شاء الله انا بكلمك عن مشروع شركة تيسلا ازاي تشتغل او تستصمر فلوسك في شركة تيسلا ده طبعا عن طريق انك تشتري اسهم من الشركة دي طب معلش كعشان موضوع بدأ يكبر يعني ايه اشتري اسهم في الشركة دي يعني بشكل بسيط خالص انك هتبقى مالك للشركة دي بنسبة صغيرة جدا يعني النسبة دي بتختلف على حسب المبلغ اللي انت بتحطه فلنفترض مثلا ان الشركة اميتها مليون دولار فبتبدأ الشركة النهية تقول لك انا هعمل اسهم للشركة هحط مثلا للشركة عشر اسهم يعني كل سهم هيبقى لو هي بمليون دولار هيبقى كل سهم بمئة الف فيبدأ اشخاص ان هما يشتروا الاسهم دي وياخدوا حصة او ياخدوا جزء من ملكية الشركة او يبقى ليهم نصيب في ملك الشركة دي فعشان كده انا بكلمك النهاردة في استثمار ناجح شركة تيسلا هي شركة اختصارها كده ان هي عايزة تخلي العربيات العادية اللي هي بالبنزين اللي بتلوس البيئة كلها تغيرها وتتحول العربية بتشحن بالكهرباء زي الموبايلات كده عربيات سمارت توقف تشحن العربية شوية سواء في بيتك او في اي مكان مخصص لشحن السهرة دي وتبدأ العربية دي تنطلق وهتبقى عربية زكية جدا نظيفة وموفرة وكل الحاجات اللي احنا عارفينها دي فعشان كده ده مشروع وفكرة نجحة جدا والدليل على كده ان شركة تيسلا السهم بتاعها او قيمتها ارتفعت من تمانين دولار كلام ده من سنة تقريبا لأكتر من تسعمية دولار يعني حققت اكتر من تسع اضعاف ارتفاع يعني بحسبة بسيطة لو انت كنت حاطت مية دولار بس في الشركة دي من تقريبا سبع شهور او من عشر شهور فاته فانت حاليا معاك الف دولار من المية دولار اللي انت حطيتها يعني استثمار عشر اضعاف بدون اي مجهود منك بدون ما يبقى عندك مكان بدون ما يبقى عندك خبرة بدون ما تعمل اي حاجة الموضوع كله هيبقى من خلال موقع الموقع اللي هنتكلم عنه ده تقدر من خلاله تشتري اسهم كتير جدا زي تسلا جوجل فيسبوك تشتري اي شركة انك حقق تقابل مسلا اي شركة انت شاف ان الشركة دي كويسة ومستقبلها كويس تقدر تستثمر فيها جزء بسيط من اموالك ومع الوقت الشركة دي تحقق نجاحات وهي بتشتغل وهي بتكبر وانت بتجني ارباح كل ده تقدر تعمله من بيتك من موبايلك او من الكمبيوتر او من تابلت اي حاجة متوصلة بالانترنت تقدر تعمل منها الشغل ده او المشروع ده وبضغطة زرار واحدة تعالى نشوف بقى الكلام ده هيحصل ازاي الكلام ده هيحصل على موقع او من خلال منصة اسمها منصة او موقع المنصة دي مشهورة جدا ترتيبها عالي جدا منصة محترمة ما تقدر من خلالها انك تشتري اي اسهم انت بتفضلها فيها وسائل دفع كتير وسائل سحب كتير والموضوع هيبقى مبسط جدا وسهل ان شاء الله وكمان هعمل لكم سلسلة عن المنصة دي بالتفصيل واشرح لكم كل الحاجات اللي موجودة فيها بحس ان الكل يقدر يشتغل ويقدر يستفيد ويحقق ارباح من الموقع ده فيلا بينا نروح على جهاز كمبيوتر ونشوف الشرح العملي وركز معي جدا علشان كمان هقول لك دلوقتي على المسابقة اللي هي بخمسين دولار حتى لو انت مش هتشتغل معانا ولا هتستسمر وانت تعمل اي حاجة استفيد حتى بجائزة الخمسين دولار اهلا ميكو شابر جانا مرة تانية للشرح العملي زي ما نشوفين كده قدامنا دي الصفحة اللي هتلاقيها اول ما تدوس على الرابط اللي هتلاقيه تحت في الوصف سواء لقيت الصفحة دي او لقيت اي صفحة تانية المهم ان انت هتدخل لحد ما تلاقي اه الشكل ده اللي هو سجل الان وابدأ تداول وهتلاقي مكتوب شركة طيب شركة دي هي الشركة اللي هي هنشتغل عليها الشركة اللي من خلالها هبدأ ان انا اشتري الاسهم بتاعة الشركات الكبيرة وخصوصا شركة تيسلا دي الشركة اللي انا يعني باني الفيديو عليها لان دي الشركة اللي من وجهة نظر شركة كويسة جدا ومعدل ارتفاع محترم جدا جدا جدا. طب اللي هنعمله ايه? اولا كده خليني برضي اكلمك ان في على الفيديو ده اه جيباوي او عاملين جايزة على خمسين دولار هنختار الشخص ده من الكومنتات فهقول لك دلوقتي على الشروط بتاعت المسابقة دي بالتفصيل والشروط هي انك يبقى عندك حساب على الموقع ده بتاع حتى لو مش هتعمل ايدياة وحتى لو مش هتشتغل ولا هتستسمر اعمل بس حساب واكتب لنا البريد الالكتروني اللي انت سجلت بيه في الكومنتات يبقى حضرتك دلوقتي هتعمل ايه? هتشوف الخطوات اللي انا عملي دلوقتي وتبدأ تسجل معي وتعمل حساب على تاخد الايميل بتاعك اللي انت سجلت بي ده وتحطه في اه الكومنتات وتبدأ ان انت تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة بس كده ده التفاعل اللي انا عاوزه منك او دي شروط المسابقة اللي انا عاوزها من حضرتك. طب خلينا بقى هنا نرجع تاني ونشوف طريقة التسجيل في الموقع زي ما تشاف كده اصلا الموقع محترم وشكله مبسط وسهل جدا حتى انا كاتب لك جملة شهيرة جدا بتاعت ايلون ماسك بيقول لن بيقول لك لن نتوقف حتى تصبح كل السيارة على الطريق كهربائي يعني هو في دماغه او في طموحه ان هو عاوز يخلي كل السيارات تشتغل آآ بالكهرباء وطبعا هنا ده ايلون ماسك طيب لو رجعت كده هنا بسيت على شكل الصبحة فيه بونس ترحيبي بيوصل ليه خمستاشر في المية والموضوع يعني سهل والمنصة كويس انا شاف المنصة سهلة جدا بالنسبة للتعامل وبالنسبة للسهولة كمان عندهم تطبيق تقدر تحمله من او من الجوجل بلاي خلينا بادلات نشوف طريقة تسجيل الحساب سوا هتبدأ هنا تكتب الاسم بتاعك واسم العائلة يعني مسلا لو انت اسمك احمد هتكتب هنا احمد اسمك مسلا احمد ابراهيم فتكتب هنا ابراهيم وهكذا هنا هتبدأ تختار البريد الالكتروني بتاعك الايميل يعني بتاعك يفضل طبعا يبقى جيميل بحيس يعني يكون الجيميل ده متسجل عندك عالتليفون تقدر ترجع للرسالة لو فيه تفعيل او فيه اي حاجة هنا تبدأ تختار رقم تليفونك وقبلها تختار الدولة فمسلا لو انت من مصر هو هتلاقيه تركاء يجيب لك الدولة بتاعتك تبدأ بعد كده هنا تكتب رقم تليفونك وفي الاخر تدوس على ارغب فيه تلاقي رسائل تسويقية وتدوس هنا على سجل الان هبدأ املى البيانات دي معاكو وابدأ ارجع مرة تانية بعد ما سجلنا سوا البيانات هبدأ ان انا دوس هنا على سجل الان هبدأ ان هو هنا يحولك على بتاعتك زي ما انت شايف هيجيب لك هنا تفاصيل خاصة بالدفع زي ما انت شايف هنا طرق الايداع والسحب سهلة جدا تقدر تعمل تحويل بنكي تقدر تحول من الماستر كارد او من الفيزا تقدر كمان تستخدم حساب نتلر او حساب آآ اسكريل وانا شايف الموضوع هنا متاح والدنيا سهلة خالص طبعا هنخلي الدفع ده في فيديو الواحد وهعرفك بالزبط هتعمل ايه عشان الموضوع يبقى مفصل وما تتخش هنا زي ما انت شايفت لي بيقول لك هنا هاي احمد وحتطلق صفحة البيانات بتاعتك لو عايز ان انت يعني تدخل تعدل فيها هنا لو عايز تفعل الحساب بتاعك هتبدأ انه تفعل الحساب والموضوع هيبقى سهل جدا ادخل شوف الحاجات المطلوبة لو في عنوان لو في مش عافية يبدأ فعل كل الكلام ده هنا عندك خانة الايداع وخانة السحب وشوفنا من شوية الوسائل اللي تقدر تعمل بيهم ايداع او سحب هتلاقي هنا كده في الشرط بتاع التداول قدامك والشموع اليابانية كمان هنا من العليمين الجزء ده تقدر تحدد الصفقة تقدر تحدد اللوت من هنا وتقدر بعد كده تحت هتلاقي كل التفاصيل اللي موجودة قدامك تقدر تعمل صفقة ارتفاع او صفقة هبوط يعني صفقة او صفقة سل او بنقولها على صفقة بيع او شرة وتبدأ با كنت تدوس هنا على عشان تبدأ تفتح الصفقة وكمان هنا بيقول لك اللي شغال ايه دلوقتي او معظم المتداولين اللي شغالين دلوقتي بيرجحوا ايه في تسعة وستين في المية منهم اه بيعملوا صفقات فهو يعني بيديك تحليل للشرط اللي انت فتحه تحليل سريع كده ومن الجزء ده زي ما انت شايف كده اللي هو تقدر انك تختار السهم اللي انت عاوز تتداول عليه فلو كتبت مسلا هنا شركة تيسلا او تيسلا هتلاقي هنا ظهر لك الشرط بتاعها تقدر تدخل عليه زي ما انت شايف هنا وهتلاقي الارتفاعات الكبيرة اللي بتحقق الشركة شركة محتمرة جدا خلي بالكم وبنوجة نظري ان هي لها مستقبل كبير جدا جدا ولو بصيت انت هنا هتلاقي السعر دلوقتي واقف على ستمائة تلاتة وخمسين دولار ومكتوب الماركت كلوزد علشان ان انا بصور الفيديو ده في وقت متأخر انما انت بالنهار لما تشتغل الصبح هتلاقي ان السوق مفتوح وتقدر ان انت تدخل صفقات سواء بيع او شراء خليني اغير الشكل بتاع الزمن بتاع الشرط دا ووريك ان فعلا الشركة دي على المدار البعيد بتحقق ارباح محترمة جدا 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 ولو انت مستثمر فيها باي مبلغ حرفيا انت حالان محقق ارباح كويسة فلو دست هنا مسلا كده على المخطط الزمن ده وزودت الوقت هلاقي ان هنا زي ما انت شاف عشرين عشرين لو بصيت كده في الجزء ده هلاقي ان ساعتها كان السعر زهر قدامك على اليمين هو خمسة وسبعين دولار وعشرين سنت السعر اللي بيزهر في الحتة دي في الفترة دي كده كان السعر بص ازا خمسة وعشرين دولار وخمسة وسبعين دولار اسف وعشرين سنت في الفترة دي لو انت كنت اشتريت مسلا بخمسة وسبعين دولار وعشرين سنت سعر السعر وبعته في الفترة دي اللي هي وصل فيها تقريبا السعر اللي تسعمائة دولار فانت محقق تقريبا مضيع في عشر اضعاف ربح عشر اضعاف يعني انت ممكن من ميت دولار بس كنت كسبت الف دولار لو انت استثمرت في الفترة دي للفترة دي اللي هي تقريبا من سبع شهور لتمناشر شهر ليه تقريبا نقول سنة فانت لو حتى كنت حطيت فلوسك في بنك ما كانش البنك هيديك آآ المبلغ ده ولا عمرك كنت حتى لو عملت مشروع كان المشروع في خلال سنة واحدة بس او اقل من سنة هيحقق عشر اضعاف راس المال اللي انت دخلت بيه فده طبعا انا شايف ان هي حاجة محترمة جدا وحاجة كويسة غير كمان ان عندك هنا المنصة بتقدم لك كتير جدا من المؤشرات والخطوط والحاجات اللي تقدر تستخدمها آآ وانت بتعمل تداول تقدر كمان من خلال الجزء ده انك تخلي الوضع ليلي او تغير اللغة فانت ممكن تدس هنا بس كده هتلاقي برضو ان الموضوع بقى مريح اكتر للعين بحيث انت لو بتوضع فترات طويلة قدام الكمبيوتر او كده فده خلاصة الشرح بتاعنا النهاردة عايز منك ايه في الفيديو ده عايز منك ما تنساش المسابقة تسجل في الموقع ده حتى لو مش هتستمر حتى لو مش هتشتغل تسجل في الموقع وفي الكومنتات تحت تبدأ انك تكتب الايميل اللي انت سجلت به وهنختار ان شاء الله آآ واحد من الكومنتات هيفوز معنا بخمسين دولار بيقدمهم الموقع ده كهدية للمشاهدين على الفيديو ده بس كده ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة وشكرا لكم بس كده شفتك الفيديو بتاعنا النهاردة اتمنى فعلا اكون افدتكم وحتى لو بحاجة بسيطة اتمنى لو الفيديو ده فعلا عجبك تعمل لايك وشير الفيديو تشترك وتفعل الجرس عشان يوصل لك باقي فيديوهات الجديدة كمان متنساش المسابقة بتاعت الخمسين دولار نفس كل الشروط بتاعت المسابقة شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونتقابل ان شاء الله في فيديو جديد